إسرائيل رح تسمح بإدخال 350 شاحنة مساعدات يومياً على غزة من 250 رح تفوت عبر معبر بيت حنون لمسكر من أول يوم من العدوان إسرائيل وافقت على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات لغزة الجيش الإسرائيلي أقال قائد لواء نحال وقائد فرقة إسناد اللواء ووبخ ثلاث دبات كبار غيرهم أخذت الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات بعد ساعات على الاتصال المتوتر بين رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتانياهو ليلة الخميس الجمعة بعد جريمة استداف وقتل سبع عمال إغاثة من ويرلد سنتر الكتشن لأول مرة بيطلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري بغزة وتوسيع صلاحيات الوفد التفاوض لإتمام صفق التبادل للأسرة واتخاذ إجراءات جدية لحماية المدنيين الموقف الأمريكي المستجد ما بيعني التخلي عن دعم إسرائيل بس بيعني بداية ضغط جدة لتغيير طريقة إدارة إسرائيل للحرب تغيير بعض المسؤولين الأمريكيين مش قادريني أكدوا أنه راح يصير كم مقابلات أكثر محاولة الإجتماعي في التفاق المنزلين أكثر من أكثر من التفاق المنزلين لقد كنت أكثر من أكثر من تحديدات في تحديدات أكثر من المنزلين ويجب أن أترككم أنه ترجمة نانسي قنقر